هقول له حرارتكم جدول ترتيب الدوري الممتاز دلوقتي ونتكلم فيه اكتر بتفاصيل اكتر عشان نعرف الوضع بالنسبة لنادي الزمالك الان فين والنادي الاهلي فين زي ما قلت لكم الزمالك اهم ما يميزه انه ماشي بشكل كويس اداءه كويس معقول جدا مفيش حكاية مفيش صعوبة يا جماعة لو جدول الدوري جاهز معنا هتقولنا عشان نتكلم عنه اكتر ونتكلم عن ترتيب نادي الزمالك والصدارة ترتيب الصدارة خاصة بعد هزيمة بيرامنز الاخيرة وتعادل النادي الاهلي وفوز الزمالك اليوم عشان نتكلم في تفاصيل اكتر الزمالك في الصدارة زي ما انتم شايفين ب38 نقطة من 16 مباراة الاهلي من 13 مباراة 32 نقطة يعني لو الاهلي كسب 3 مباراة قادمة هي المباراة المؤجلة هيبقى 9 نقطة 41 نقطة 41 نقطة بفرق 3 نقاط عن الزمالك والتعرفين بدايات الزمالك في الدوري ما كانتش جاهدة الاهلي هي اللي بدأت نتائجه تتراجع نسبيا بيرامنز ايضا تراجع شوية ومن 14 مباراة 29 نقطة يعني من 16 مباراة او من 16 مباراة ممكن يوصل لي 35 نقطة هيبقى لسه قريب من الاهلي والزمالك وهتبقى المنافسة زي ما قلت لكم مباراة بالنسبة لبيرامنز لازم يقامن انه يقدر ينافس الاهلي والزمالك عنده تشكيلة كبيرة ورائعة من اللاعبين تاكيس جونياس في الولايات التانية هيبقى عنده مهمة صعبة بالتأكيد ولكن يقدر في المركز الرابع سموحة ب 26 نقطة فيوتشر في المركز الخامس ب 25 نقطة البنك الآلي في المركز السادس ب 22 نقطة بنفس الرصيد فاركو في المركز السابع وغزل المحلة في المركز الثامن ب 20 نقطة يليه المصري في المركز التاسع ب 19 نقطة ثم انبي بنفس الرصيد في المركز العشر وفي المركز ال 11 تراجع الجيش تواجه ب 19 نقطة ايضا وسيراميكا كيلوباترا في المركز ال 12 ب 17 نقطة بنفس الرصيد الجونب في المركز ال 13 وفي المركز ال 14 للتحاد السكندري ب16 نقطة المقل العرب في المركز الخمستاشر ب13 نقطة والإسماعيلي في المركز الستاشر ب11 نقطة مصر مكس في المركز قبل الأخير بعشر نقاط وأخيرا إيستان كومباني بنفس الرصيد دي الأمور في الدوري الممتاز